موسيقى استغافت لشبونة النسخة الأولى من تدريب القيادة للشابات الموهوبات فضوليات وطموحات جئن من جميع دول الاتحاد الأوروبي 27 شاب شاركت في المدرسة الصيفية للقيادة النسائية تشارك شابات في برنامج طموح لمدة أسبوع لتعزيز المهارات القيادية كبناء الفريق من خلال البحث عن الكنزة بالإضافة إلى دورة في البرمجة في إحدى مدارس البرمجة الأكثر ابتكاراً في البرتغال 42 لشبونة آن من الدنمارك تشعر بأنها محظوظة بهذه المشاركة كتبت في طلبي للمدرسة الصيفية أنني أرغب في استخدام مهارات نتعلمها هنا لإيجاد طريقي في تكنولوجيا المعلومات إلى جانبي آن التي تعمل في منظمة غير حكومية في الدنمارك تقدمت 1224 شاب أوروبية بطلب للاتحاق بهذه المدرسة الصيفية اختارت لجنة التحكيم واحدة فقط لكل دولة من دول الاتحاد الأوروبي 27 اليوم تمثل النساء أقل من 20% من القوة العاملة في قطاع التكنولوجيا نقص تعتزم هذه المبادرة أن تعالجه تمت دعوة المتحدثات البارزات ومؤسسات الشركات الناشئة لمشاركة تجربتهن مع الأخريات ما هي أفضل نصيحة للواتي رغبنا بتأسيس شركة الناشئة؟ بالإضافة إلى معرفة المشكلة التي نريد حلها يجب إيجاد الذين نريد العمل معهم في حالتي الأمر يتعلق بفريق الذي ساهمت معه في تأسيس الشركة وجودنا هنا من أجل آخرين وأن نكمل بعضنا البعض هذا هو أقيم شيء الخطابة ومقدمات في الترميز والخوارزميات والأمن السبراني ودروس في الأنشطة الترفيهية الأسبوع مستحم لكن إلى جانب المعرفة من الذي يصنع القائد الناجح إذا يقود بالقدمة يقود من خلال العمل وهذا ما يركزون عليه لأن هذا هو المكان الذي تجتمع فيه أشياء كثيرة إنه يعمل كفريق لديه القدرة على الرؤية الاستراتيجية والتنظيم وأشياء كثيرة أخرى لتطوير هذه المهارات تقسم النساء إلى ثلاث مجموعات لإثبات استعدادهم لتقديم تنازلات وتفكير مفتكر آن من الدنمارك هي واحدة من قادة المجموعة إنه أيضا تحدي لطالبة اللغة أميناتا من فرنسا الأمر معقد بعض الشيء لأننا لا نعرف بعضنا جيدا بدأنا بالتعارف وتبادل الأفكار والمساعدة وهذا أمر ضروري لأن الوقت محدد بساعتين لإنجاز المشروع عملنا بنشاط وقد أحببت هذا حقا التوتر يزداد حقا خلال دقائق ستقدم المجموعات الثلاث أفكارهم تتمثل مهمة المجموعات في وضع ستراتيجية من أجل بناء شبكة أوروبية من القيادات النسائية مستقبلا لأن المدرسة الصيفية لا تريد ترك أي شخص خلفها مبادرة نظمتها شركة التكنولوجيا الصينية هواوي التي تريد سد الفجوة بين الجنسين تتمثل رؤية هواوي للقيادة النسائية في عالم يتساوى فيه الجميع للقيادة ندعم الفتيات بشكل استباقي في جميع أنحاء الكوكب وفي أوروبا أيضا للقيادة بشكل أساسي كما نفعل مع هذه المدرسة الصيفية لاكتساب المعرفة التي يحتاجونها لقيادة العصر الرقمي جائزة أفضل مشروع جماعي كانت من نصيب مجموعة آن إيجاد طريقة للتعامل مع الشابات في جميع أنحاء أوروبا كان بإمكاننا جميعا أن نحصل على لقب قائد المجموعة بالنسبة لي لا أعتقد أنه كان استثنائيا لكنني تعلمت الاستماع وتشجيع الآخرين بشأن أفكارهم وإيجاد حلول وسط أيضا بعد أسبوع من العمل الجاد شعرت جميع المشاركات بالقدرة على الفوز أعلم أنه يمكنني أن أصبح قائدا وأن تكون لدي عائلة أريد أن أكون قائدة والآن سأعمل لتحقيق هذا كانت المدرسة الصيفية الأولى للقيادة النسائية في لشبونة ناجحة الآن يجري الإعداد لإزدار نسخة العام المقبل ترجمة نانسي قنقر